موسيقى اهلا بكم في حلقة جديدة مرمان تادا وهنبدأ النهاردة بالمؤتمر الصحفي اللي أعلن خلاله مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بقاء البرتغالي جزوالدو فريرة مدرب الفريق لغاية ما تشوفركم يوم 6 فباري الجاي بالدوري وأكد رئيس الزمالك أن مجلس الإدارة رفض استقالة أمير مرتضى المشرف على الكورة بشكل رسمي أعلن نادي الزمالك قطع أعارض لعبه محمود شبانة مدافع سموحة وانتظامه في التدريبات بداية من بكرة الاثنين الزمالك أعلن كمان أنه هيطالب بإنهاء أعارض اللعب محمود علاء مدافع للاتحاد بشكل رسمي وعبدته للفريق في شهر يناير جزوالدو فريرة قاد تدريبات الزمالك النهاردة بشكل طبيعي بعد الخسارة قدام الأهلي بنتيجة 0-03 وشهد تدريبات الزمالك التركيز على الجوانب البدنية استعدادة للمسش المحلة يوم الثلاثة اللي جاي ونروح لتقرير عن أراء الجماهير في مستبل فريرة وتجديد الثقة في خدماته لغاية مباراة فاركو تجديد الثقة لفريرة كازا لعب عايز تمشي اللي ما بتلعبش اللي نادي بتلعبه الفلوس أنا نظريتي عن فريرة مفروض خلاص كده خلصت ما كفاية عليه هو القرار يعتبر صاحب فريرس اللي مايفعش يكيله في نص الموسم تمام لان لو جي حد جديد لقى عايز هيخد فترة قبل ما يتقلم مع اللعيبة والكلام دوت فاكده برير عمل اللي عليه وخلاص بصراحة يشكر جاب لنا دور وكاس وبعدين بقى مشوم نجي يعني المشاكل حد من أبناء النادي يمسك والله أنا شايف ان هو قرار مش موفق هو الراجل كل التصرفاته بتقول ان هو عايز يمشي مش عايز يكمل معنادي الزمالك كويس جدا طبعا وجدير بلي يعني هما يدولوا السكر في كده ونروح لأخبار النيدي الأهلي والفريق بيبدأ تدريباته بدون راحة استعدا لماتشئ بنك الأهلي بعد بكرة الثلاث اجتمع السويسري مارسال كولر المدير الفني للأهلي مع سيد عبد الحفيز مدير كورة لتتيب بعض الأمور بعد الفوز عز مالك بنتيجة 3-0 في لقاء القمة وشارك في التدريبات عمرو السليا والبرازيلي وبينو سافيو بعد التخلص من الإصابة وأصبح السنائي جازل مشاركة في ماتش بنك الأهلي وتأكد غياب السنائي ياسر إبراهيم وعلي معلول لعيب التنازي الأهلي عن ماتش البنك الأهلي بسبب الإصابة وواصل ياسر تدريباته في صالة الجيم وغيب عن التمرين بسبب استمرار الإصابة واشتكى معلول من إصابة عضلية وفضل الجهاز الفني رحته قبل الصفر للمغرب لمشاركة في كاس العالم للأندية ولسه الأفراح مستمرة داخل النادي الأهلي بعد الفوز بمبارات القمة ومجلس الإدارة برئيسة محمود الخصيب قرر صرف مكافآت لعيبة الفريق بعد الفوز عز مالك وأشهد محمود الخصيب رئيس النادي الأهلي بمستوى الفريق والجهاز الفني بقيادة قولر وجه رسالة شكر الجماهير اللي بتدعم الفريق بكل قوة محمود كهروا نجم النادي الأهلي كان واحد من نجوم مبارات القمة تعالوا تشوف رسالة جماهير الأهلي لكهرباء بعد قمتش الزمالك ونرجع عليكم مرة تانية بسالة الكهرباء استمر إحنا متوقعين منك كتير جداً جاكمهور أهلي على المستوى الشخصي بحب محمود كهرباء أصلاً للاعب مجتهد وهو ربنا ربنا كافؤوا علشان هو يستحق ده بقول له بإذن الله ما تساعدش واللي جاي أحسن وكمهور أهلي دايماً فضارك ودائماً كلنا عراق كنت عائد كبير إن شاء الله بإذن الله ربنا يكريمه ومشكلته تتحلى وتخلص في عرب وقت بإذن الله الرسالة اللي أنا بقول له طبعاً أنا وكل الجماهير استمر على كده وإن شاء الله خير ومشكلتك تتحلى في عرب وقت بنقول لي استمر على كده طول الفترة الجاية أنا شخصياً كمشجع للنادي الأهلي وبحب النادي الأهلي بتمنى أنك يقهرباء يكون موجود في الملعب الأوبية مش في الدورة المحلة بس النهاردة انطلقت الجاولة الخمسطاشر للدوري بفوز مسير للمأولين على الدخلية بنتيجة 2-1 بستاد بيترسبورت الدخلية سجل في البداية عن طريق مدافع بركة حجاك في الدقية عشرة وتعادل نايتجيري جون أوكولي للمأولين في الدقية 54 وبعدها سجل الموريتاني مع مادو نياس هدف الفوز في الدقية 93 وشهدت المباراة تردق سنائي الدخلية اللاعب النايتجيري كيليتشي في الدقيقة 37 ومحمود طلعت في الدقيقة 75 وبكده المأولين رفع رصيده للنقطة 27 في المركز الرابع وتوقف رصيد الدخلية عند النقطة 13 في المركز الـ 14 غزل المحلة تعاقد النهاردة بشكل رسمي مع أول صفقاته الشتوية بضم حازم مرسي مهاجم الإسماعيلي على سبيل الأعرى وحسم المحلة اتفاقه مع وادي دجلة لضم اللاعب الصعد أحمد رضا لنهاية الموسم وبيستعاد المحلة لمطش الزمالك يوم الثلاثة الجاي في الجولة الـ 15 للدوري حسم نادي بنك الأهلي أول صفقاته لي في المركز الشتوي بضم التونسي فراس بين عفية مهاجم أسترن كومباني على سبيل الأعرى وضم اللاعب التونسي لتدريبات البنك الأهلي بعد حسب الاتفاق مع فريقه السابق وبيستعاد البنك الأهلي بقية مدربه أمير عبد العزيز لمطش الأهلي في الجولة الـ 15 للدوري بعد بكرة الثلاثة أعلن نادي بريمز عودة اللاعب أحمد توفيق بشكل رسمي في أول الصفقات الشتوية وندم توفيق لنادي بنك الأهلي في بداية الموسم الحالي بعد نهاية عقده مع بريمز وعد توفيق مرة تانية صفوف بريمز في شهر يناير بناء على مغافقة البرتغالي باتشيكو ومدرب الفريق ونروح لأخبار الكورة العالمية ومانشستر سيتي بيفوز على ويلفر حاملتن بنتيجة 3-0 في الجولة الـ 21 للدوري الإنجليزي وسجل هالند نجم مانشستر سيتي هاتشرك لفريقه ورفع رصيده لـ 24 هدف بالدوري ورفع السيتي رصيده لـ 45 نقطة في المركز الثاني مع مدربه بيب جوارديولا اللي اتكلم عن هالند بعد المتش تعالوا نشوف الـ 1 انه لا يستطيع الناس ارتفاع للمتشيكو 10 يجمع عن بعض الدرس في المتشيكو انه لا يريد ايصال للمتشيكو سيكون لديوه يجب اجد تحلين ميز فى پره من البخز فحسب ففانستيقى على ستخل صارقه ببعض المتشيكو وانه قد بالنزل من كيد إنه فانتاسي. وأنا أعتقد أننا نعرف نفسه. إنه لديه 24 سنوات لديه عمله. إنه لا يستطيع أن تشعر بشكل جيد أو بشكل جيد. إنه مستحيل. إنه يشعر بشكل جيد. إنه جيد. إنه جيد. إنه جيد. إنه عزز أرسنل صدرته للدور الإنجليزي بفوض صعب على منشستر يونيتد بنتيجة 3-2. وبكده يكون أرسنل رفع رصيده لـ50 نقطة بقيادة المدرب مايكل أرتتا في صدارة الدور الإنجليزي بفوض صعب على منشستر يونيتد بنتيجة 3-2. بفارق خمس نقاط عن منشارستر سيتي صاحب المركز الثاني وبكده تكون انتهت أخبار النهاردة ولسه مكملين بعض الفاصل مع كابتن محمد عباس بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين أهلا بيكو حلقة جديدة من الأرمتادة على الشاشة قناة المحوط أكيد مبارح كانت مباراة مهمة جداً بنسبة لفرقين من أهم الفرق في القرى الأفريقية وفي المحيط العربي هما نادي الأهلي ونادي الزمالك النادي الأهلي قدر يعد المباراة بشكل كويس جداً مش هنقول بها على جنب آخر من الزمالك ما عدش أو الزمالك ما هتمش أو أو أوه كل مباراة بتبقى لها صرفها بس يعني لو تفتكروا معايا ونرجع بالذكرة شوية مباراة الصوبر وقبل مباراة الصوبر وما بين النادي الأهلي ونادي الزمالك هنا في الرومونتادة قلت حاجة قلت أنه في حالة في حالة فوز النادي الأهلي على نادي الزمالك في مباراة الصوبر هتكون دي هي نقطة البداية والعودة مرة أخرى للنادي الأهلي للطريق الصحيح ولما جيد كولر المدير الفاني السويسري للنادي الأهلي وتولى المهمة الفنية وعمل بعض المباراة الودية اللي فاز في ثلاث مباراة وتعادل في المباراة في البطولة الأفريقية فاز تقريبا في ثلاث مباريات وعمل أداء إلى حد ما بدأ يحط لعبي النادي الأهلي طبعا في أعلى التراك كل الأمور دي مع بعض التدعمات مع التدعمات الحالية اللي كان هو فيها عند الجرء القوية جدا أن لعب زي خالد عبدالفتاح بكريت ويجيبه من نادي سموحة ملعبش ولا مباراة وأولاب حاجة بسيطة جدا مع نادي الأهلي في المباراة اللي قبلها في كاس مصر ولعبه جنبرامي ربيعة اللي برضو بيعيد بقاله فترة كبيرة كهرباء وقصته وأنه كان بيعيد بقاله فترة ورجع تاني أمور كبيرة وأمور كتيرة جدا كانت لها من العوامل اللي أدت إلى فوز النادي الأهلي على نادي الزمالي لكل فريق وشأنه في خلافاته الداخلية لكل فريق وشأنه في بعض الأخفقات لكن بيجب واجب على بعد كده أن تدخل من مجلس الإقدارة وكان فيه مع بعض المباراة مباشرة أن هناك اجتماع خاص لمجلس إدارة نادي الزماليك في الساعة 11 مبالح بالليل بعد المباراة لكن تأجل هذا الاجتماع إلى اليوم وطلع فيه منه قرارات قرارات لمجلس إدارة نادي الزماليك لأنها هي المنوطة بكل الأمور الخاصة بالنادي سواء في كورة القدم أو في كل اللعبات معنا طبعا قرارات مجلس إدارة النادي الزماليك اللي أكدت فيها على استمرار المدرب العام جزوالدو فريرا وتأجيل الإعلان عن مصيره إلى ما بعد مباراة فاركو في الدول رفض استقالة أمير مرتضى منصور المشرف العام على القرى من جانب مجلس الإدارة بالإجماع التقدم بشكوى إلى ربط العندية ضد محمود عبد المنعم كهرباء لاعب الأهلي مطالبة الاتحاد السكندري بقطع إعارة محمود علاء وعودته إلى الزماليك في الانتقالات الشتوية الجارية قطع إعارة محمود شبانة من سموحة وعودته إلى الزماليك بداية من الغد تدعيم صفوف الفريق الأول بثلاث صفقات جديدة خلال الانتقالات الشتوية ده ارجع لي بعد إذنك ده كان يعني قرارات مجلس إدارة نادي الزماليك وزي ما كلمنا أن النادي الأهلي استعد المنباراة والاستعد من بدر قاوي للدول السنادي في نسخته قبل كده كان نادي الزماليك بطل نسختين من الدول العام المصري بطل كاس مصر وكان مؤدي أداء كويس جدا وكان فريرا مع نادي الزماليك طلع بعض اللعبين النشئين اللي ما كانوا موجودين ولعبوا وأدوا أداء ولا أروع ولو أصبح لهم مكانة مهمة جدا في فريق نادي الزماليك دايما المنحنة البياني لكل لاعب أو لكل صفقة أو حتى في سوق المال والاقتصاد دايما المؤشر بيطلع لفوق ويزبط شوية ممكن ينزل يقف تاني شوية يطلع تاني هي دي الأمور بالنسبة للإنتاج لما تبقى أنت راجل عايز تلعب وتلعب دوري وتلعب ماتشاط وزي ما قلنا وعند قرر تاني أن الدوري العام المصري السنادي أو دوري ربط دوري مختلف تماما فيه أندية كتير جدا عملت سكواد كويس وعملت تدعمات مهمة جدا فيه طبعا الصيف وفيه بعض الأندية برضو ما دعمتش لإلى بعض الأندية اللي عملت بعض التدعمات إلى حد ما ماشي بأداء وريتن مش هو ده كان المطلوب مثلا على سبيل المثال لو كلمنا مثلا على سراميكا كروباطرة بالتدعمات الكبيرة دي النهد المصري برسعيدي رجع تاني وعنده مبرامة جدا مع فيوتشر فرقه لإيقاف القيد الدخلية وحرس الحدود من فرقتين وأسوان ثلاث فرق صعد الممتاز برضو عانوا كتير جدا من فترة التقلات الصفية أو البداية السيزن بيرجعوا الآن أو حاليا علشان يدعموا لأن عندهم بعض يعني القصور أو بعض النواقص في بعض المراكز وده حقهم لكن طبعا بالنسبة لنادي الزمالك أكيد نادي الزمالك عنده قطع نشئين ولا أرواع عنده مجلس إدارة دايما في ظاهر اللاعبين عنده جمهور ولا حدث ولا حرج عنده أيضا كبار نجوم الزمالك وأقدم نادي الزمالك دايما في الحدث والزمان والمكان ومعنا واحد من النجوم دي كابتن الكبير كابتن محمود الخواجة نجم مصر ونادي الزمالك كابتن محمود أهلا بيك حبيبي خبارك كابتن محمود إذا حضرتك وحشنا وإنت والله خبارك وصان طيب ربنا حقا حضرتك ربنا خليك كابتن كابتن أنا لسه بقول لكل جواد كبوة ونادي الزمالك بسم الله ما شاء الله بقلو سنتين بياخد دوري وكاس مصر الطبيعة والمنحلة البينة حتى أنا شبهت ده بالاقتصاد وسوق المال والإنتاج عموما أنه يعني في بعض الفقرات بيحصل تعصر لكن اللي أنا شفته مبارح بعض المباراة وكان فيه مفروض يبقى اجتماع لمجلس دارة والاجتماع ده لو كانت عاقت كان ممكن تبقى فيه قرارات يعني عنيفة وفورية لكن إرجاء الموضوع حتى اليوم خرجنا ببعض التوصيات اللي أنا شايفها مع حضرتك ويعني وضحنا والله أنا شايف أن المتش الأهل والزمالك مبارح أولا كان لا يرتقي للمستوى اللي بين المفروضي بين النديين أو برتقي للماتش ده لغاية ديها ستين أنا كنت قاعد ممكن بتفرج على الماتش وما كنتش موسوط بعد ديها ستين حصل أن أنت فعلا بتتفرج على قراء أهل وزمالك وجوال وجدت جوال وجدت بين أجوال نتيكة أخطاء مدير فني متعاجر في بعض الشيء يعني بيعمل لي في دماغه يعني عمل تغييرات مبارح من شموك حد يعملها يعني يعني حد يش يعمل لهو عامل طلعت البكريت اللي هو ماشي كويس أهو وقفر لك اللحادي مدين يعني ما شاء الله وماشيين إذن كويس سواء هنا أو هنا أو ما كانش باين من الاتنين كنوا خافين من بعضهم وعايزين يتعدلوا ده كان الباين إنه وبرد ما عملت التغييرات اللي عملها زي يا بريد بيطلع السلم بس المسلوسي بطلع بإمجار السيسي بطلع يعني أي التغييرات اللي عملت هذا بتنزل السرباك parle اسمه آآ فاروا ولا اسمه أسمو ايه مش فكر اسمه يعني باآ أه أبغاني جل اه لا زيناري 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 إعتدد إيه اللي عملتك باةخرة ومعنا اقتوبت الكرس رجل الفيرود الذي تبقى بجزيرة لأحققه ألعبته يق灣 ألعبه محاكم مين passage مش عالك يا بشي كبالا. طب جبت زيزي لحدي الشمال. وقام وقعت اللي وددت الشي كبالا لحدي الشمال. هو أصلا براب لحدي اللي بيه. لأ يعني حصل. حصل لعبطة جامدة جدا. يعني. يعني كابتن محمود حركة تحمل المدير الفني المسؤولية كاملة في التشكيل والتغييرات. آه حمله طبعا. تمام. ده مش عايزة كلام. ما حدش يعمل كده. ده هو. خلي بقى لك هو. من ماتش اللي هو بتاع. أسوان. دخلية. لا لا يرجع وارا كمان. بتاع السعودية. آه. كاس لوسيل. وبعدين ماتش السوبر. وبعدين اللي بعد كده بقى خش على. لا مش مش هو ده مستوفرين. هو راجب. هو ده كويس. واحترم كل حاجة. ولكن ليه أخطأ غريبة. وهو من الحاجات اللي كانت عنده ان هو لما بيخطأ كونها الأخطاء. طب هو مش عايز يحترف بالأخطاء بتاعته للفاترة دي مش عارف. يعني نقدر نقول وجود الكابتنين نبيه كان مهم جدا وتكملته مع المدير الفني؟ نبيه يعني صراحة من الناس اللي مدربين اللي هما الهديين. يعني مدرب هادي. صوتهم هادي يعني. ولد فاهم. وراجل اشتغل مع امتخاب مصر. وراجل ابن النادي. وراجل موضوع شرية فرية الأمل هو اللي قام بيه هو اللي عملها. وفي موافقة الراجل. وعمل حاجات كويسة. وكان النادي في الفترة دي لا فيه فلوس ولا فيه قيد ولا فيه أي حاجة. ومع ذلك كان كله هو على قلب رجل واحد. طيب كابتن خواجة بأستاذر حضرتك يعني برضو هارجة مع حضرتك قرارات مجلس دارة. واحد. استمرار المدرب العام جزوارد فريرة. وتأجيل الاعلان عن مسيره إلى ما بعد المباراة فرقه. معه ولا ضد؟ النهاردة او انا او طبعا يعني انا مش عارف اقولك او طبعا عشان احنا عندنا ماتشات مطلحكة. يعني عندنا ماتشي بعد بكرة. وعندنا ماتشي بعد كده فرقه. وعندنا ماتشي بعد كده فرقه. وعندنا ماتشي بعد كده فرقه. فيتشر يوم 28-29. وعندنا ماتشات ورا بعد ما انت النهاردة هتماشي هيمشي هوا هتكيب حد. وهو الناس خدوا قرار يعني انا شاف ان مؤتدل بعض الشيء. انهم يعني ياخدوا في قرار في بعد التالت ماتش. طي. وده يعني يعني اقل الحلول يعني اقل الحلول يعني. طي اتنين رفض استخالة امير مرتضى المشرف على العام على الكرة من جايب مجلس دارة بالجماع. والله انا شاف ان امير برضو من الرجل بنفسه هادي وبيشتغل وعمل شغل كويس. وطبعا بس اي حاجة بتحصل طبعا. كل بيشاء بيشيل يعني كل نزل. لا انا اول مرة اشوف امير كده يعني يلوح بالاستقالة. كنت شافه دايما مع الفريق وعمل معه مشغل كويس جيد. وهو عشان كده قال لك ابعد يعني. عشان ما حركش مجلس الدارة. وخسر مجلس الدارة دوال يعني ابوه انا مش عايز يحرك الدنيا خالب. الرجل يعني قد تخيره ان هو يعني. التغضب بشاكوى الى ربطة الاندية ضد محمود كهرباء اللي مشاركته في المباراة. والله ما طبعا حاجة انه يلعب دي وهو المفوض عليه غرامة. والتحاد الدولي مقررها والمحكمة مقررها. وهو نايف واجه انه يلعب يعني منش عارفين ازاي يعني برضو. يعني نفسي مش فاهمة. طي في حاجتين كمان يا كابتن مطالبة سموحة بعودة محمود شبانة. ومطالبة تحاد سكندري بعودة محمود علاء. وقطع العارة والعودة الى نادي زمال. النادي خلاص يركعه طبعا. طبعا اكيد طبعا اصلي النادي طبعا احنا بقول من ناحية الفنية وحداك يعني مدرب قدير يعني. احنا النادي دلوقتي محتاجين كل وعيد. محتاجين كل العيد. ومحتاجين الخاصة للعيدة اللي هي. يعني اللي هم قيد Randy والله والنادي. وخاصة الولاد نادي اللي هم انتولدوا جدون نادي وهم دول اللي عاي самое خداه بالهم النادي. انما أنا النهاردة راش انا جيب لعيبة مران دهش. مفيش النحرارة. في العيمة مفيش حاجة أبدا. مش فنلطي العليه وثي مانتهم. فإنه تنظم إليك دي فإنه اللي تيلها جداً ومخترمة جداً ولازم إلا إيها تحترمها ولازم أقفوا نادي زمك نادي كبير مش نادي أكيد أيوة كابتن الكبير كابتن مصر ونادي الزمالك كابتن محمود الخواجة بشكرك شكراً جزيلاً أعتقد أن ده لسهل حال كل الزمكوية وكمال لما تتكلم مع واحد من رمز من رمز نادي الزمالك كابتن محمود الخواجة وبعض طبعاً النجوم الكبيرة اللي موجودين ودائماً بتابعهم أذر النادي في كل المواقف والكابتن الخواجة منهم عودت محمود علاء ما محمود علاء كان موجود عندك وكان قريدي موجود وبيلعب وبشارك بعض الأمور أدت إلى توطر علاقة ما بين محمود علاء وجماهير نادي الزمالك أدت إلى نادي الاتحاد السكنداري رأح مع الاتحاد السكنداري رأح من الاتحاد السكنداري المتقب مصر وبيقدم على الاتحاد حتى في المباراة الأخيرة أمام البنك الأهري ممكن شفتها من الملعب ادى اداة كويس جدا وجاب هدف وماشي معهم بشكل كويس. في بعض الاوقات بتلاقي بعض اللاعبين ممكن ما يكونش. طيب معنا كابتل محمود خواجه تاني. كابتل محمود انا ااسف. تفضل افنم. هلو. تفضل افنم انا ااسف. تفضل. لا ابدا انا كانت انت سألتني السؤال بقى انا ما كاملتوش. لا اتفضل انا ااسف. اعتذر. تفضل افنم. لا ابدا لا ابدا. فيش مشاكل. انا بنتكلم دلوقتي على ان فريد الزمالك ونادي الزمالك وجمهير نادي الزمالك. اللي هي طبعا زعلانة كده. واللعيبة اللي هي العندي دي لازم تحس بالنادي. لازم يحترم النادي. ولازم تحترم فنالة النادي. ودائما الفتر اللي فاتت انشان في لعبتنا. ما بتحترمش الخص. التأهيئة العامة بتاعت الماتش مما مزال اول. الراجل كان بيهايئنهم نفسيا وبدنيا. وزهنيا. دلوقتي انا بحس انه هو حتى مش بهايئ نفسه زهني ولا بدني ولا اعجاب ابدا. فانا عايز اقول بقى ان احنا يعني لازم بقى. لا ما انا بقىش كده يعني. فانا شايف ان احنا يعني اي فرقة بتتغلب. مم. واي فرقة ما فيش مشاكل بتتبه الكرة والرياضة مكسب اخسارة. وهو احنا مش موفقين الفترة دي. طب شايف ان. لازم نعرف احنا مش موفقين ليه. صح. طب فيه تدعيم في صفو الفريق قاله في صفو الفريق قاله ثلاث صفقات جديدة. شايف ايه المراكز المهمة اللي محتاج كانت زمالك في الانتقالاتش توي. والله انهم محتاجين في على على مستوى المهاجمين وعلى مستوى نص الملعب وعلى مستوى مدفعين. اه الوينش يساب فراغ كبير. طبعا. طبعا. وينش يساب فراغ كبير طبعا. ممش كلام. كابتن محمود الخواجة حابت تضيف اي حاجة. لا لا ابدا خلاص انا بس بجاء كنت انت سألتين سألونا بكمل. شرفتنا ونورتنا كنت اضيف عزيز معنا اه في المنتدى عبر الهاتف. شكرا جزيلا كابتن محمود الخواجة. اه اه يعني محمود علاق كان موجود. والرجل من الزمالك راح حصل بقول تتوتر مع بعض الجماهير. كان برضو فكر انه يطلع اعارة ويرجع تاني ده برضو انا بشوفها في اماكن كده جدا زي اه محمد محمود. انا اتفرجت على المباراة من الملعب. لا محمد محمود عمل مباراة لاروح. مع نادي اتحاد السكنداري من اول ما نزل. وهو غير شكل واداء الفريق. وكمان عمار حمدي وجود عمار حمدي مع محمد محمود. اعتقد انها اضافة كبيرة جدا لنادي اتحاد السكنداري في الفتر الجديد. برضو في رد من آآ اه اه اتحاد السكنداري على قطع عارة محمود علاق. اه تصعات خاصة لرمونتادة. هنشوفها معاكو. طبعا اكيد يعني طاي. لا يوجد اي بند في عقد محمود علاق مع الاتحاد يسمح بقطع عارته. لانية لدى مجلس الادارة لقطع عارة محمود علاق. ولم يتواصل معنا الزمالك بهذا الشأن. لا علاقة لنا بتصرحات رئيس الزمالك. ولم نتفهم هجومه ضدنا في الفترة الاخيرة. ده برضو كان رد رد شيء. رد محترم. ورد طبيعي ان بين آآ نادي ونادي تعقدات. لا بد ان كل واحد يقف آآ ويحترم التعقدات ما بين الاتنين. او الاتفاقات. لان دي هي الاتفاقات دي حاجة آآ يعني بتبين مدى آآ تفاهم ومدى الاحترام المتبادل ما بين آآ طبعا الناديين. كمان في محمود شبانة. طبعا ده من اللعبين المميزين جدا. اللي انت عارته آآ كنادي زمالك الى آآ آآ نادي يسمح. برضو الولد قد اداء كويس جدا مع نادي يسمح. انت بتقطع آآ آآ عارته. زي كابتن محمود خواجي قال. وده حق اصيل لنادي الزمالك. لو الامور التعقدية ما بين النادي واحد واثنين. بتسمح ان هي عند نواحد عار لاثنين. لاعب. ومحتاجه في اي وقت. بس ده يبقى مكتوب. ده يبقى يعني انت متفق عليه. ده حقك انك يرجع في اي وقت. زي مثلا محمد عبدالمنع منها كان معار لفيوتشر. لما النادي الاهلي احتاجوا من فيوتشر رجع تاني. ده برضو من دون الحاجات. معنا كمان احصائيات محمود شبانة. لاعب سموحة في دورة عام المصري السنادي. مباريات احداشر. تمريرات متين اربعة وسبعين. تمريرات صحيحة مية وتمانين. قطع الكرة سابعة وتلاتين. تدخلات نجاحة خمستاشر. تمريرات حاسمة واحد صناعة فرص واحد. ده برضو كان محمود شبانة. من طبعا نادي الاهلي ونادي الزمالك والتحاد السكندري واسموحة لنادي المحلة. نادي المحلة برضو من الاندية السنادي او من السنة اللي فاتل بتحاول جاهدا. انها تتواجد بشكل قوي جدا. وتواجد بشكل كويس. فيه حدود الامكانيات المتاحة. حتى كمان هم بدأوا السنادي الدوري. هم والتحاد السكندري بشكل كويس جدا. ومظلوا الى حد ما محافظين على التواجد تحهم في الدوري العام المصري. رحلوا بحازم مرسي. لعب نادي الاسماعيلي. اللي كان موجود في نادي الاسماعيلي. وحصلت ببعض في نهاية الموسم اللي فات. لو تفتكروا كان فيه تقرير عام له. زمنا محمد عزمي مع حازم مرسي. وقال سبب مشاكله مع نادي الاسماعيلي وانتوسري. البهم يعني رجل رحل على نادي الاسماعيلي. والان فيه تعاقد مع نادي المحلة. نتمللوا التوفيق. حاجة تانية برضو انا شايفها عجيبة من نادي المحلة لنادي برامدز احمد توفيق. بك رايت نادي برامدز وامتخبنا الوطن وانادي زمالك الاسبق. اطعوا اعارته تاني ورجعوه لنادي برامدز. طب ما الراجل انت بعته ورجعت رجعه تاني. طب ما انت بعته ليه? يعني طبيعي انك انت لما بتفكر بتقول انا في المكان ده مش محتاج احمد توفيق. اديته لبنك الاهلي. هو الكيميا بتاعته ما مشتش مع البنك الاهلي برضو عشان اتكلم بكل صراحة وحيادية يعني. اه راح البنك مجانا ورجعته. يعني 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 انت راح البنك فري. رجعته تاني. دفعت مقابل. مبروك عليك احمد توفيق. بجد. وبرضو هم هم وشأنهم برامدز وشأنهم. يعني برضو عشان برضو ما ندخلش في السياسات. قطع قضية الاندي. اه بس مش اقول في النظر يعني. انت راجل عندك مشتو مشتو فري. ممكن اه ممكن كيميا بتاعته مشتش مع طبعا البنك الاهلي. رجعتنا بتعقد معها. دي امور خاصة اكيد يعني بالنسبة للنادي. يعني لو كلمنا فيها ممكن احنا بندخل في خصوصيات اه مش بتاعتنا. عايز بس انا وهو اقول النهاردة يبقى معنا في الفقرة الحوارية. ان شاء الله نقدنا الرياضي وصديق العزيز الاستاذ هاني عبدالصبور. واحد من الصحفيين المحترمين اللي دايما بستمتع بقرأه. وكمان نقدنا الرياضي المحترم محمود فؤاد. ده ان شاء الله يبقى في الفقرة الحوارية. هستعد وارجع تاني بعد الفاصل. اتواصل معاكو في المنتدى على شاشة قناة المحور. اتواصل في اي مكان. اتواصل معاكو في المنتدى على شاشة قرارات المحور. بس اعايز اوضح حاجة من ضمن يعني قرارات مجلس ادارة النادي الزمالك بخصوص محمود شكوى محمود عبدالمنم كهربا. كانت بسبب سبابه لجمهير زمالك بعض المباراة. مش بخصوص اللعب او وجوده في قائمة مباراة النادي الاهلي ونادي الزمالك. ده بس بس تنويه يعني كان كمان كنت يعني حابيت اقوله يعني. من النادي الزمالك ونادي الاتحاد السكندري ونادي سموحة ونادي الاسماعيلي وكل الاندية بنروح للنادي الاهلي. النادي الاهلي طبعا بيسابق الزمن. وعلى بعد امطار قليلة جدا 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 من حسب صدقة موليكا في النادي الاهلي. طبعا موليكا ده بيلعب في نادي بشكتاش التركي. نادي بشكتاش التركي واحد من اهم الفرق اللي موجودة في الدوري التركي. في جلطة سراي. في فنرباشة. في طبعا بشكتاش. في ترابزون اللي موجود فيه. طبعا محمود محمود تريزيجيه. بشكتاش لعب له وكنت موجود واتشرفتي موجود مع احمد حسن في مطامر الصحفي. عاملين منظومة ولا اربع بشكتاش ده. كانت ضربوا تجاهنا نجم فرنسا الاسبق فترة وجود احمد حسن في بشكتاش. يعني برضو ده من الاندية الكبيرة. الاندية اللي لها حتى كانوا من فترة تقريبا اربع خمس سنين شالوا الملعب القديم. وعملوا ملعب جديد. وعملين استور حوالي الملعب. كمان الانلاجة او المكان الخاص بالتدريبات. واللعبين وفندق اللعبين بعيد تماما خالص على النادي والاستاد في مكان تاني خالص. بعيد عن الموضو ده. طلع ما جات سيريب بشكتاش. وطبعا الكنجولي جاكسون موليكا. يعني كلام. ودائما في الاول الاخيرة قالك لعيب موليكا لعيب تقدان غير موليكا. يعني بعض الامور امير توفيق مدير التعقدات بتواجد حاليا في اوروبا. وهناك ترقب لرد بشكتاش. لو بشكتاش عايز اربعة مليون يورو والاهلي بيتكلم على حاجة تانية. ممكن نشوفه بعض العروض الاخرى. اه طبعا اه موليكا ده هو فينست ابو بكر كان موجود. يعني فينست ابو بكر كان موجود. مهاجم ناصر سعودي اه كان طبعا من نصر. قبل كده راح لهم من بشكتاش. رجع تاني بعد وجود كريستيانو لنادي ناصر السعودي. اه راح فينست ابو بكر ينادي بشكتاش التركي واحد من اهم الاندية. ودور التركي دور من الدوريات القوية كمان. ياسر ابراهيم وعالم علول. خارج حسابات النادي الاهلي اهم المباني. برضو عشان نتكلم الموراة اللي جاية سواء كانت للزمالك او نادي الاهلي او الفيوتشر او لسين او او اتحاد سكندري بكر محرس الحدود. لا مباريات كلها مباريات بقت قوية ومؤسرة. النهاردة عايز بس اتوقف عند فريق هو نادي المقاولون عرب. نادي المقاولون عرب من الاندية يعني بامانة. هو نقدر نقول برضو بقاله سنتين كان فيه تعصر يعني بعض نزله بالاعمار السينية كابتن شاوي وكان لها حديث تلفوني خارجي بعيدا عن البرنامج ان نزل بالاعمار السينية حتى كمان عينهم حلو قوي في اللاعبين الافارقة او اللاعبين الاجالي من ايام بالانطوان وعبدالرزاق كريم وقول له كل الناس اللي كانوا موجودين في التوقيت ده مع نادي زئاب الجبل في في طبعا في جولاتهم الافريقية وتحيقهم البطولة الافريقية وكاس مصر والدوري العام المصري واحد من يعني اكتر اندية بعد الاهلي وزمالك فوزوا بالبطولات. ماشيين السنة دي بشكل كويس جدا كابتن شاوي غريب معتم الجمال طريق سليمان جده وطبعا المهندس محمد عدل المشرف العام على الكرة عاملين بامنة ملحمة وعملين اداء ولا اروع وبسم الله ما شاء الله المقاولون العرب في المركز الرابع برسيد برسيد سبعة وعشرين مقطة يعني زيه زي بيرامز بينه بين فيوتشر اه مباراة ولسه فيوتشر اللي هو مباراة اه بعد بكرة ان شاء الله لا يعني يعني امور كتيرة مخليه فرقة المقاولون قانون العرب بشكله حلو بتقد كرة كويس وفيها كمان ميزة بتلعب كمان لديئة تسعين وبعد لديئة تسعين يعني ده لهم اهداف ده من اختفوها في الوقت بدلت ضائع في امور والماتش خلاص بيلفظ انفاسه الاخيرة لأ عاملين فرقة وانا حبيب بس اوضح وانوه ان فعلا اه فريق مهم جدا هارجع تاني الاهلي واتكلم على طبعا ياسر قلت ياسر ابراهيم هو معلول خارج حسابات النادي قال في برات البنك اه اتجاه برضو في اتجاه عوش بمحمد عبد الملعم لان امانة عايز اقول بكل امانة طبعا اللعب كبير بس وجود رمي ربيع وجود خالد عبد الفتاح في المكان ده في تاني مباراة لقاوه في اول مباراة اول تكاك رسمي امان ملين الكبير زي النادي الزمالك لا يعني اه امانة ياخدوا حقهم ياخدوا فرصتهم لانهم يعني اه ادوا اداء مميز جدا في الفترة الاخيرة ومباراة تحديدة الاهلي برافض التفريط في الشناوي لان طبعا كان فيه اه انباء عن نادي ويجان الانجليزي اه طبعا لاستعارته والاهل اغلق الباب امام فكرة الحلية الشناوي مهما كانت المغريات المغريات للحاجة لخدماته لان يعني الطبيعي ما عندكش غيره صرفة شبير مصاب ربنا يشفي يا ربي ويرجع اهو في قطر بيتاهل في سبيتاير في قطر ويرجع بألف ألف سلامة ونشوف تاني موجود تاني طبعا مع نادي النادي الاهلي هتروح فين هتروح بعيد ليه هو ده بالنسبة بالنسبة لك يعني امور زنقة شوية اللي معنا في الصورة وجه رسالة وانا يعني شايف زي زي المشاهدين بقى يعني بعيد بقى عن الكرسي اللي انا قعد عليه شايف ان كهرباء ربنا بيكرمه او بيرضيه او يعني يعني هيحلوله عقدته او يحلوله مشكلته لان المشكلة حق لزا مالك على كهرباء لازم يتدفع لازم يتدفع ده برضى عشان ايه نتكلم بكل امانة امانة وشفافية الراجل قال ايه في رسالة مهمة جدا ورسالة مؤسرة قال ما بعد الصبر الا الجبر وما بعد العسر الا اليسر منظرنا ان المارد الاحمر قد مات فالمرد بالبطولات مشهور قد خبى ظن اولئك الذين يعتقدون اننا منخزلون منخزلون بل نحن رفعون الرؤوس لظهور كلام مهم اكيد طالع من القلب يعني طبعا كلام مهم جدا محمود عبدالمنم كهرباء ده كان حواره وكان كلامه او رسالته للجماهير او للاعلام عموما زي من شوية ممكن لسه ما كملتش دقيقة كنت بكلم على منظومة المقاولون العرب كابتن شاوي غريب كابتن معتمد كابتن طلعت محرم جده طريق سليمان مهندس محمد عادل قضامة نادي المقاولون العرب اللي دايما بلاقيهم كابتن حمد نوح وكابتن وكابتن رضوان وكل الناس الموجودين دايما بيدعموا النادي اللي عامل اداء السنادي الحسن الاسود والمنتدى ولا ارواح معنا على الهاتف كابتن طلعت محرم كابتن طلعت اهلا بيك اهلا بيك كابتن محمد تحياتي لك حبيب يعني انا من شوية يعني خرجت عن السياق اللي قدامي واتكلمت على المقاولون العرب العجابي بالاداء والالتزام والتطور ونزول بعمر اللعبين النتاج الكويسة يعني افلين بشكل كويس جدا قولي الخلطة السحرية اللي شاوي غريب كانت ايه والله يا كابتن محمد اه انا عائدون يعني طبعا الحمدلله ان ربنا وفقنا في بداية الموسم انت عارف احنا يعتبر الكابتن شاوي مع الادارة الحقيقة كانت رؤية اه موحدة وموفقة بين جمال اطراف النادي ان احنا ننزل بالنادي اaa والحمدلله الكابتن شاوي الحقيقة الحقيقة يعني حاجة تحسب له بقدر كبير جدا انه ادر يكون اه فريق اتغير قوامه الأساسي أو القوام العام بتاع الفريق. بالنسبة للبقاء تقل عن 80-85%. هذا تقل 95% كمان تريد. ممكن. الحمد لله طبعا دي فريق معناك تهير. زودة عماري اللعيبة. الحمد لله ترينا الموسم بشكل كويس. ومكسب المهضة كان مهم جدا جدا جدا. في مسلط الفريق في الدوري. اللعيبة الحياة. الولاد كلهم اللعيبة الانجاهة. والأفارقة كمان يا كابتن برضو. قد طلعت لهم حقهم النبي. والله بشكل عام. والله يا كابتن محمد اللعيبة كلها الحقيقة بشكل عام. كلهم لعيبة ركالة. وحسب بالمسؤولية وحسب بالوضع اللي هم اللي هم حطوا نفسهم فيه. يعني المهاردة عندما ينفس على المربع. خلاص هو حط نفسه في موقع مسؤولية كبيرة جدا. يحاول يحافظ على المكانة وعلى الفوزيشن اللي هو خلى نفسه فيه. فوسط الكبار. وده يمكن كان موجود مبارح المهندس محسن مع الفرقة والمهندس محمد عادل. والحقيقة وعادوا نفس الكلام دوت وأكدوا على الكلام دوت مع اللعيبة وأهمية المباريات الصعبة اليومين دور خاصة أسوان اللي لعبناها وبرضو كالي مؤدلية والداخلية برضو يبقى من مجرد صعبة. لعب الاتحاد الماضي اللي جاي لاتحاد فرقة كويسة وكاسفة لمحترم لعبة كويسة جدا عندهم حلول كتير. بصرف النظر المنظومة كلها والله يا كابتن محمد زي ما أنت قلت من شوية أنا سمعتك ما بين الكابتن شاوئي الحقيقة والإدارة واللعيبة والجهاز كله متكاتف كله يتواحد عايزة نعمل حاجة كويسة سنة دي ترجع المولين العرب للجوزيشن اللي دايما الناس كانت بتشوف المولين العرب أنا قلت زي أبي الجابل اللي فازه ببطاطة الأفريقية فازه بالدوري فازه بقاس باص فازه بالسوبر اسمه تاريخ يعني الحمد لله أنت عارف أن أكيد في وقت من الوقت لازم يحصل كابوة للفرقة المهم أني سرعة التنظيم ويبقى فيه استقرار زي ما أنت متعود وكلنا عارفين عن منصومة المولين العرب دايما فيها استقرار وفيها بيبقى فيها رؤية وبعض نظر شوية في القرارات وفي التنظيم بالدسولة للفريق الحمد لله ربنا وفعنا السنادي الحياة الكابتل شاوئي عمل بلحمة قوية جدا الحقيقة في النادي ما بين أطراف المنظومة كلها سواء مجلس القدارة الجهاز العيبة كله كله العيبة وانت برضو كنت تطلعب برضو من الناس القديمة الموجودة في الجهاز اللي استمر من الجهاز برضو عامل برضو يعني تواجد بشكل كويس جدا وانو عامل ربط كويس جدا ما بين الإدارة وبين النادي وتواجد بشكل مهم والله كابتل محمد انتعاف ده طبعا نادية اللي انا في ربط فيه فأي موقع انا موجود فيه لازم ما حاول ادي ضرري على أكمل واجه ويمكن أكتر كمان كلنا في الآخر بنخدم منظومة محترمة منظومة كبيرة لها اسمها سواء على مستوى المحلي أو على مستوى الأفريقي بالنسبة لمصر نادي حقق بطولات مهمة جدا في تاريخ مصر في المحلة الأفريقية وحتى في البطولات مصر فده شرف لي الحقيقة وشرف لينا ان احنا متواجدين في نادي كتير زي ما ويعرف بمجرس كبيرة محترم بيقدر اي جهاز فني بيشتغل وبيدعم اي جهاز فني بيشتغل وده هو كان واضح على مرر المواسم اللي فاتت كلها اللي انا بقوله دوت ونما الحمد لله انا بحمد ربنا طبعا على نتيجة النهاردة كانت مباراة مهمة جدا 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 بالنسبة لنا في مشوار الفرقة وده اللي يمكن كان عامل لوت شوية على اللعيبة على فكرة ان الولاد عايزين يحافظوا على اللي هم فيه طبعا احنا ما نساش اقولك اننا احنا العب ما ماتش يوم الخميس فخدنا يدبكوا معه سابت فارهاك مش طبيع على الولاد وفيه اجهاد عام على معظم اللعيبة برضو غاب عننا سافيولا النهاردة كان ما شاء الله سافيولا عامل معكم بسم الله عامل شوية كويس جدا جدا والله انا مش عايز اتكلم عن سافيولا بس سافيولا العيد كويس ولكن الحمد لله برضو الكابتن برضو فيه نقطة مهمة جدا عامل حالة كويسة يعني في اي وقت اي حد بيغيب اي حد بيجي مكانه والله الفرقة بتأدي وكله بيأدي احتاجاتكم بقى في ناير والله العظيم يا محمد احنا لسه ما تكلمنا في حاجة خالص رغم ان يناير خلاص على وشك الانتهاء الا ان الكابتن واضح يمكن اليومين الجايين يعني ممكن يبقى في حاجة يعني ممكن الكابتن يكون محتاج حاجة وكده هيتكلم فيها انما الحياة لحد النهاردة الحياة الكابتن الولاد بيقدوا يعني هادوني كويسة يعني طيب وجودكو في المربع فوق نادي كبير زي نادي الزمالك ده بيخليكو برضو انكم يعني حملة اكبر وتفكير اكبر ومجهود اكبر ما انا قلتلك من شوية ان ده يعني عامل لود على الولاد ان هم يحاولوا يحافظوا على المكان اللي هم وصلوا نفسهم ليها ووصلوا النادي في موزيشن من ضمن الكبار انما انا عايز اقولك ان احنا لفترة الجاية سواء نلاقي باي حتى هنموت نفسنا الاخر لحظة وهنامل علينا الاقصى درجة ان احنا نحاول محافظ على ال موزيشن ان احنا وصناده ان احنا موجودين في المربع كابتن طالب محرب مدرب نادي المقاولة عرب بشكرك شكرا جزيلا ده ترتيب الدوري يعني هقول بس الاول النهاردة موبرات النهاردة كان الداخلية طبعا مقاولة عرب هدف الداخلية بركات حجاج في دقاء عشرة طرد كريتشي شمزي لعب الداخلية في دقاء سبعة تلاتين ده كان طبعا عندنا كمان مباراة الغد وهروح للجدول في معنا في مباراة الغد فاركو ونادي امبي على تلاتة لربع على ملعب برج العرب اسوان والاسماعيلي في اسوان ساعة تلاتة لربع الاتحاد السكندري وحرس الحدود على استاد الاسكندرية سبع مساء والختام سيراميكا كلباترا مع طلع الجيش على استاد القاهرة معنا كمان جدول الدوري الاهلي في المركز الاول برصيد اربعة وتلاتين نقطة فيوتشر في المركز التاني برصيد تلاتين نقطة بيراميدز في المركز التالت برصيد سبع عشر نقطة المقاولة العرب في المركز الرابع برصيد سبع عشر نقطة الزمالك في المركز الخامس ستة وعشر نقطة التحاد السكندري في المركز السادس اتين وعشرين غاز المحلة في السابع باتين وعشرين المصري في الثامن بـ19 عصوان في التاسع بـ17 سيناميكا كلوباترة في العشر بـ16 نقطة سموحة في الـ11 بـ16 نقطة طلع الجيش في الـ12 بـ14 نقطة فارقه في الـ13 بـ13 نقطة الدخلية في الـ14 بـ13 نقطة البنك في الـ15 بـ12 نقطة حرص الحدوث في الـ16 بـ11 نقطة انبي في الـ17 برسيد 10 نقاط الإسماعيلي في المركز الثانتاشر الأخير برسيد تمنقات في الفوارق يا جماعة في كل الأماكن قريبة جدا من بعض قريبة يعني المباراة واحدة تفرق مثلا تجيب الإسماعيلي قدام مثلا حرص الحدود حرص الحدود أو البنك الأهلي لو كسب يجي يجي مثلا قدام مثلا طلع الجيش لا يعني الفوارق قريبة جدا وده اللي قلت اللي الدوري خارجته اتغيرت المباريات بالنسبة لللي جاي صعبة جدا كل المباراة اللي جاي صعبة كل فريق فوق وتحت فوق المركز الأول مركز الثاني والثالث والرابع من تحت بيعاني طبعا الوسط الدوري كل الأمور بالنسبة لهم هتبقى مباراة صعبة جدا هستعد عشان أطلع لفاصل واستعبال اتنين من ضيوفي الكبار نقضنا الرياضة الكبير الأستاذ هاني عبدالصبور ورقضنا الرياضة الكبير الأستاذ محمود فؤاد في حوار مهم جدا عن الدور العام المصري وأحوال القرى المصرية كل دا ولكن بعد الفاصل رجعيكم تاني في الفقرة الحوارية وضع مني اتنين من نقاضنا الرياضين الكبار اللي دايما بنعتز بيهم ونقضنا الرياضة الكبير الأستاذ محمود فؤاد أهلا بك أستاذ محمود أهلا بك أنا سعيد جدا لأنني موجود مع حضرتك النهاردة ربنا خليك ونكلم صديق العزيز الغالي حبيبي حبيسو نقدر يهدل أستاذ هاني عبدالصبور ازايك ازايك عبدالصبور عامل ايه عامل ايه نهار دنيا سعيد أنني موجود معاك واحد من الناس اللي أنا يعني مش عايز أقول نشأت عليهم عشان مكبركش قوي بس بجد أنت كنت الرول موديل اللي جيل كتير أو لجنة بشكل كبير باللقاطك بقى وحوارتك الحصر حبيبي رئيس حبيبي سيد محمود هنالك أكيد مباراة القمة بين النادي الآله والزمالك وليسا كنت بكلم معك قبل الفاصل قلت قبل مباراة السوبر قلت لو النادي الآله وفق في هذه المباراة هتكون البداية وإيس على كده كمان المباراة الودية زائد المباراة الأفريقية اللي وفق فيها كولر المدير الفني للنادي الآله مع صفقات الزمالك خلينا أقولك بالفعل أنا أكد على كلامك إن فوز الأهلي بالصوبر على حساب الزمالك ادى دفع معنوية كبيرة جدا ورجح فرص فوز الأهلي على الزمالك في ماتش الدوري ولكن مش ماتش الصوبر بس وصل محمد خلينا أقولك ظروف الزمالك صعبة جدا بداية من مباراة أسوان الهزيمة من أسوان التعادل مع الاتحاد السكندري لا التعادل مع الدخلية كمان فقط التعادل مع الدخلية التعادل مع الاتحاد السكندري خروج الزمالك المفاجئ واللي كان غريب لناس كتير جدا من قدام أحترام الفريق برامدز فريق قوي لعيبة جيدة جهاز فني محترم خروج الزمالك من كاس مصر قطر الأزمات وصعب الأمور داخل نادي الزمالك والنتيجة اللي احنا شفناها قدام النادي الأهلي بنبارك للنادي الأهلي مليون مبروك للنادي الأهلي فوز مستحق على الجانب الآخر هزيمة مستحقة لنادي الزمالك نادي الزمالك خسر المباراة بفعل فعل داخل مش هقول بفعل فعل داخل الملعب بفريرا ألف لعب لعيبة مش في مراكزها ده ما يمنعش ان فيه لعيبة كتير من الزمالك خارج نطاق الخدمة لعيبة انضموا للزمالك ما يستحقوش يكونوا موجودين في نادي الزمالك من الآخر كده تشيرت الزمالك بين عليهم نتمنى نادي الزمالك يخرج من أزمته سريعا ويعود نادي الزمالك ينافس على طب هرجع لك تقول لي زي مين بس برضو ما أخد أستاذ هاني يتكلم برضو عن المباراة بشكل عام واستعداد الأهلي واللي أدى انه بفوزه على فرق نادي الزمالك طيب خلنا نقول في البداية ان الفوز بمرحلة تزابز بنتائج واضحة جدا للجميع النتائج كمان الأداء كمان مش أفضل حاجة يعني مش النتائج بس على عكس النادي الأهلي عنده استقرار الأداء ابتدأ يتحسن مع قلار ابتدأ يكون فيه نتائج كبيرة جدا جاي منتشب الفوز على سموحة والصعود لكأس مصر الدوافع عند النادي الأهلي رغم الغيابات اللي موجودة والإصابات كانت أكتر لكن الدوافع كانت أكبر عند النادي الأهلي محتاج يلعب أو محتاج يكسب عشان يوسع الفارق ما بينه وما بين نادي الزمالك على المنافسة على لقب الدوري كمان محتاج يروح كاس العالم الأندية وهو متطمن هنا على الصدارة المحلية عشان كده الدوافع كانت موجودة وشفنا كولر جاهز لعبته كويس جدا المباراة في الشوت الأول كانت فقيرة فنية ما بين الفريقين كل واحد من الاتنين كان خايف التاني يتقدم عليه بيناوروا بعض لكن تقريبا مع المحاضرة الساخنة اللي بين الشوتين من كولر للعيبة وانتوا لمشي مصدقين انتوا تقدروا تكسبوا ولما شفنا أول جون نسجله كهرباء قدر بعد كده الملعب يتفتح وقدر الأهلي يسجل هدفين تانيين عن طريق محمد شريف وقدم مباراة طيبة لكن كان الفوز متوقع زي ما بقول لحضرارك من البداية لأن لما تبص لمستوى الأهلي لمستوى الزمالك لا كرف الأهلي أعلى من كرف الزمالك أستاذ محمود وجود رام ربيعة وجنب خالد عفتاح أول مرة يعني هو شارك في مرات سموحها في كاس مصر يعني في دقائق جزء بسيط جزء بسيط لكن مباراة أستاذ محمود على المحك بشكل ده بتطلع وتنزل حمد فتح بأداء مبهر كهرباء يعني هو بيعاند نفسه بيرجع بيقول أنا موجود أمور كتيرة كان بيغامر بها كولر في هذه المباراة بالتأكيد أتطفق مع كلام مهاني إن النادي الأهلي استحق الفوز النادي الأهلي ضحك على الزمالك ضحك على فريرة من الشوت الأول كان المباراة سجال بين الفريقين مع الشوت التاني بلغة الكرة كده كولر ضحك على فريرة والأهلي ركب والماتش ناس كتيرة جد يعني ناس كتير قالت وجود خالد عبد الفتاح اللي لسه جاي من سموحة ومركزه كان بيلعب مع سموحة زي ما أنت عارف أصبح محمد كان بيلعب زهير أيمن لعب مساك ناس كتير من قويسنا من قويسنا ما أنا عارفه مع عارفة شخصية فناس كتير قالت كان بيلعب زهير أيمن مع سموحة زي ما يلعب مساك يعني كل جماهير الأهلي كانت حتى كده على قلبها أكيد ولاعب مهما كان اللعب للأهلي والزمالك غير اللعب لأي نادي مبارات أهلي والزمالك يا ما شفنا لعيبة كانت متقلقة مع عنديتها بشكل شكل كبير جوهم الأهلي والزمالك وفشلوا وخرجوا ما قدموش المستوى المطلب منهم لأ أنا شايف أن كولر وظف لعبته بالشكل المناسب حمدي فاتح أنا شايف هو أفضل لاعب في الأهلي في مبارات القمة عرف هما دول ينجب السفاق يعني من نسبة 90% كان سبب رئيسي لفوزي بشكل واضح أنا شايف أن خلد عبد الفتاح ورامي ربيعة قدموا المستوى المطلوب منهم وحمدي فاتحي كان عامل أساسي في فوز الأهلي على الزمالك بالنتيجة التقيلة دي ما كانش حد يتوقعها أبدا بقى رامي عشان تكمل بردويت السوهد عفوا أداء رائع زي ما أدخل عبد الفتاح لزمحمود وربيعة بقاله فترة غايب حمدي فاتحي وأداءه الهجومي وتغييره للشكل الهجوم النادي الأهلي وأنه بيكمل وبيباصي وبيبروح ويجي بشكل كويس جدا التدعمة بقى أموليكة والجديد ده عندك طيب خلينا بس في حتة بعد خلد عبد الفتاح دي كانت وجهة نظر كولر أنه ما يعملش تغييرين يعني كان بعض الأصوات في الجهاز الفني للأهلي بتقول أن خلد عبد الفتاح يلعب باك يمين ومحمد داني يلعب مساك على اعتبار أنه هو أدى الدور ده قبل كده في أكتر من مباراة لكن كولر كان وجهة نظره أنه ما أعملش خلل في الملعب في مركزين يبقى أنا عندي خلل في مركز واحد والمركز الثاني الباك اليمين محمد هاني ماشي فيه بشكل كويس فهي يؤدي طبعا بالنسبة بال للصفقات الجديدة موليكة كان فيه كلام كتير عليه والناس كتير بتتكلم موليكة قرب موليكة جاي موليكة رايح في البداية الأول اتصال ما بين موليكة ومسؤولي النادي الأهلي موليكة راحة لكن مسؤولي النادي بشكتاش رفضوا الاستغناء عنه وحددوا مبلغ كبير 4 مليون يورو يقال أنهم 4 مليون يورو الأهلي كان حاطت مبلغ 2.5 مليون يورو كحد أخصى للصفقة اللي يتم التعاقد معها مع بيع الحقوق التجارية للنادي الأهلي في كاس العالم الأندية ده عمل دخل زيادة للنادي الأهلي والأهلي هيوجه جزء كبير جدا من حقوق الرعاية التجارية بتاع الكاس العالم ليه التعاقد مع صفقة مميزة فتم رفع الصق في الحد الأقصى من 3 مليون يورو لأربعة مليون يورو حسب الاتفاق طيب مين بيختار المدير الفني صفقة الأهلي الجديدة اللي بيختار صفقة الأهلي الجديدة ياسين المكاري ده محل للأداء اللي موجود مع كولر تونسي بيتعرض عليه مجموعة من السيارة الذاتية بيختار بناءا عن تحرقات المكهود كولر مش من أصحاب مدرسة المهاجم المحطة المهاجم القوي اللي بيقعد في الممتق قديمة دي بقى قديمة حتى هو تشوف ده بيفسر إعجابه ليه ببيرستاو قبل الإصابة وكمان إعجابه محمد الفاتح لا محمد الفاتح ده لعبه أسط لا لا تطوره أسط تطوره الهجوم اللي بغلناك على سماته في الخط الأمامي بيحب لعبة من نوعية كهربا بيرستاو الناس اللي بتقدر تتعاقد أو تقدر تتحرك بمهارات كويسة جدا جدا عشان خطر كده هو يعني شايف أن موليكا مش هيكون أفضل حاجة باللحظة تمام تمام معاك عاز بس يعني برضو ضمن السياق برضا شايفنا في تفس السياق ما في سوق إيه في نسة أبو بكر لما راح من الناس سعودي اللي بشكتاش ده ممكن يبقى عامل في أن موليكا يجي الناد الأهلي بين الصراح بشكتاش موليكا يجي الناد الأهلي يبقى في فرصة مثلا بالنسبة كبيرة ممكن يكونوا شوف موليكا في الناد الأهلي تمام أنا مع المعلومات اللي عندي إنه ما فيش موليكا موليكا مش هينفع يجي خلاص آه بشكل كبير جدا إنه كمان آخر عرض عرضه لنادي الأهلي كم مليون ومتين ألف يورو للأعارة ورفض مسؤولي نادي بشكتاش فكرة إنه أنت تتعاقد مع موليكا أو قال لك كده في مغالاة في الكيمة المالية دلوقتي في الوقت اللي بكلمك فيه أمير توفيق مدير التعاقدات مع اسم الاسم ده بينه وبين كابتن محمود الخطيب فقط نحن قلنا في السياق ما للجملة في الأعداد قلنا بس ما قلنا ما حددناش يعني قلنا في حد وصفقة وفي أوروبا أو رايح مصباح أقول حركة لحاجة محدش في النادي الأهلي كله يعرف مين أمير توفيق فهم في أوروبا فهم بالزبط تحديدا وبيفاوض مين غير اتنين أمير توفيق كابتن محمود الخطيب والاسم لو خرج الإعلام لأن أسماء كتير لما تصربت للإعلام بيبتدح نحن هنا كإعلام مصر بنتواصل مع أكلاء اللعيبة أو بيتم تواصل تاني فالصفقة لإما ببوز لإما تمنها بيزيد فالكابتن محمود الخطيب مع أمير توفيق اتفع على اسم أمير توفيق المفروض دلوقتي بيخلص مع اللعب ده بعد رفع سقف الحد الأقسى المالي بالنسبة للنادي الأهلي وبنسبة كبيرة لو المفاوضات كتب النجاح خلال الساعات المقبلة هيتم الإعلان عن الصفقة بعد مباراة البنك الأهلي قبل مباراة البنك الأهلي مش هيكون فيه أي إعلان عن أي صفقات ده يبقى مهاجم الأهلي في كسر عام الأندية إن شاء الله ده يبقى مهاجم الأهلي في كسر عام الأندية يكون بمواصفات كهربا ومواصفات بيرستاو لكن الفنش بتاعه أعلى شوية بحيث أنه من أهل عدد ممكنة من الفرص يقدر يسجل أهداف للنادي الآن على جانب الأخر نادي الزمالك من شهر مرتدى مصور قال هناك ثلاث صفقات في الفترة قبل غلق القيد الشتوي عندك معلومة بين بعض الصفقات أو يعني يعني أنت برضو ببعض الأمور عندك علوم كتير خلينا أقول لك نرجع بناسبة ملف الصفقات الزمالك تعاقد مع لعيبة كتير خلال الانتقالات اللي فاتت مفيش حد أقدم المستوى اللي كانت كل الناس مستنيئة إبراهيم أنضاي بعيد تماما تماما لم يشارك مع الزمالك إلا في مباراة أو أثنين ما برضو يعني الزمالك أعلن أن البرتوغال بريرا هو المدير الفن نادي الزمالك ولكن خلينا أقول أي أن كان من الاختار هم دلوقت لعيبة في نادي الزمالك بزبط عمر السيسي كما قطع الدنيا مع الجيش قبل ما ييجي حتى الآن ما شفناش عمر السيسي عمر السيسي ما بيشارك في أي مبارا سامسين إيكنولا من وجهة نظري لا يستحق أن ينضم من النادي الزمالك رغم التصريحات اللي بيقولها كل يوم المشاهد مرتضاء منصور أنه بيجيب جايب 25 هدف هداف لعب يعني مهاجم لكن لم يخد أكتر من فرصة لم يقدم المستوى المطلوب منه مصطفى الزناري المطلوب منه ممكن يكون لسه اللعيبة دي يا صلو محمد محتاجة فترة أنهم حالة من الانسجام صفقات الزمالك الفترة الحالية بعد رحيل خلاص إيبوكا عن سيراميكا كلبط الزمالك كان داخل في إيبوكا رسمي راح الأهل الليبي على سبيل العرا المفاوضات بين الزمالك وسيراميكا كانت قريبة جدا من انضمام إيبوكا للزمالك رغم في بعض التحفظات من أحد الأشخاص المسؤولين داخل نادي الزمالك على ضم إيبوكا ولكن مرتضى منصور كان مصر على التعاقد مع إيبوكا وتواصل مع رئيس نادي سيراميكا كلبطرة كانوا مرحبين الزمالك عرض آخر عرض لسيراميكا 25 مليون جنيه على دفعات طيب التحفظات بقى كانت فنية يعني مادية مسؤول مش هقول اسمه لا مش هقول اسمه شايف أن اللعب ده ما إيه فنية الأقل من نادي الزمالك رغم أن إيبوكا من أفضل المهاجمين في الدورة المصري بس هو على فكرة برضو يعني اللي قال الكلمة دي هو كما عين بي مكسر دين لما رحص سيراميكا ما قداش الأداء المطلوب بس خلينا أقول لك لو جهزة مالك ممكن طريقة لأب الزمالك أيا كان بقى أيا كان عرض الزمالك وصل 25 مليون على دفعات سيراميكا رفض سيراميكا تمسك بـ 40 مليون جنيه وفشلت المفاوضات تماما عبدالله السعيد لعب نادي برامدز حتى اللحظة دي في مفاوضات بتتم مع من الزمالك مع أستاذ سالم الشمسي رأي مالك نادي برامدز المنشار المطلوبة منصور بيقود المفاوضات في نفسه خلينا برضو كون صرحة عبدالله السعيد من الآخر كده هيموت ويلعب للزمالك تمام من 40 مليون للـ 80 مليون متوكهربة قبل برضو نروح للأهلي الزمالك في مفاوضات قوية جدا جدا مع البنك الأهلي لضم ناصر منسي خلال الانتقالات دي إدارة البنك الأهلي حتى الآن رفضة بسبب المركز القمص شير في الدوري رفضين الزمالك من ساعتين أو من ثلاث ساعات كده عرض لعب أو اتنين من ناشئين على البنك الأهلي مقابل أنهم يوافقوا على أنهم يسيبوا ناصر منسي الأهلي وحتى الآن المفاوضات ما زالت جارية طيب الصفقة الثلاثة مين بقى الثلاثة اتنين محدش عارف حاجة على اللغة دلوقتي فريرا مرتضى منصور أعلى النهاردة عودة محمود علاء من الاتحاد السكندري خلينا أقول لك ده صعب جدا أنا شايف من وجهة نظر صعب وخاصة أن محمود علاء تنازل عن 4.5 مليون جنيه قبل ما يروح الاتحاد السكندري سيبقى من الصعب جدا عودة وحرك لو تبعت معنا وزمنا في الأداء التصحات خاصة للمتعدة من داخل مجلس الاتحاد السكندري قال إنه ده مش هنفع أنا تواصلت مع مسؤول في الاتحاد السكندري ما كنت شفت أنا أسف ما شفت ما أنت قلته تنازل للزمالك على 4.5 مليون جنيه فمن الصعب إنه يجي محمود شبانة بالتأكيد هيعود لإلى نادي الزمالك أحمد الجندوزي لاعب وفاق سطيف الزمالك كان دخل فيه مفاوضات معاه الفريق الجزائري عايز يبيعه نادي الزمالك بشكل نهائي الزمالك عارض إنه هو يجيبه عارض يشوف اللاعب المفاوضات اتقفلت تماما بشكل رسمي الزمالك يفاوض عبدالله السعيد ويفاوض البنك الأهلي لضم مناصر قبل ما نخلص بقى يعني فأحصر زنادة فكرة كده واتضع لها في المهور أبا رجعلك تاني ممكن تلاقي حاجة كده في السكن عامل اتكلم في أربعانات وخمسينات أرقام كبيرة جد 80 مليون على كهربا نروح بعد كهربا بعد التقلق ده ملياتك نروح لو أزم الكهربا كهربا دلوقتي أقدم مذكرة قانونية المفروض يوم 2-2 أنا تتعرض على لجمة الاستماع في لجمة الانضباط يوم 2-2 يوم 2-2 يوم 2-2 يوم 2-2 يوم 2-2 هيتكلم فيها على فكرة إن أنا محتاج ألعب قرار بتاع كهربا كان جاي لو تفتكر معايا 3 فترات قيد ويف منهم 6 شهور فضله سنة اللي هي فترة توقف القيد بالنسبة للنادي البرتغالي اللوايح في الفيفا بتسمح إن انت ممكن تقصة العقوبة من غير موافقة نادي الزمالك على فترتين القيد دول طيب كهربا هيعمل إيه كهربا هيروح المحامد تاعة هيروح جلسة استماع وهو معا جزء من الغرامة وكمان هيطلب من لجمة الانضباط إن انت تطلع لقرار رسمي يقول أنا علي كان بالزبط الفلوس اللي موجودة علي هل أنا علي تقريبا أدئية برضو بالأرقام يعني تقريبا لا يتفحم كهربا 200 ألف دولار 250 ألف دولار مش أكتر من كده على الاعتبار برضو الظروف الاقتصادية والمغد الأجنبي اللي موجود والكلام ده كل حاجات ده موجود في قلب المذكرة اللي قدمها المحامد تونسي ومع المحامد السويسر اللي جايبه الأهل مسؤول في النادي الأهل أكد لي أن الفيفا وافئ أن يقصت على فترتين كيد يعني بحد أقصى يناير 20-24 يكون كهربا رفع الغرامة اللي عليه صالح نادي الزماني خلال سنة يعني الأمر المهم دلوقتي في النادي الأهل اللي بالأهل بيسعى لي أنه عايز يعرف لأن الغرامة القرار كان جاي 2 مليون دولار مناصفة مع النادي البرتغالي البرتغال أفز 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 الزمالك بيستند في الغرامة اللي كانت جايبه محكامه الرديل اللي هو تغريم كهرباء 2.5 مليون دولار زائد 5% على المبلغ المتبقي من يونيو 2019 لحين سداد المبلغ يعني الغرامة حتى يعني أنا كنت أتكلم مع مصرور منصور قبل ماجي الغرامة حتى الآن على حسب اللقاء الهولي وصلت للا 92 مليون جنيه مصر بعد مبدأ الحماية ما سعر ودلار التفاق فالجلسة يوم 2 دي هتبقى جلسة استماع يا مش جلسة دقديم زي ما الناس بتقول جلسة استماع فالزمالك هيبقى فيها حق حلو التوضيح دا لأن كله قال الأقاويل اختلت زي ما هاني بيقول هيبقى فتراتين قيد فيه ناس بتقول لا هيستفسروا يوم 2-2 هيستفسروا من كهربا أنت ليه عم كهربا ما دفعتش الغرامة النادي الزمالك وبنال عليه هيتم اتخاذ في الناس كتير بتقول زي ما هاني بيقول هل ممكن فترتين قيد يلعب فترتين قيد لحين السداد لا مش هيلعب مش هيلعب لحين السداد أنا مقصودش كده أنا أقصد أن كهربا يقدر يقصت الغرامة المتبقية خلال فترتين قيد من غير موافقة نادي الزمالك بص يلعب أو ما يلعبش دي مبدأ الحماية لأن دي كلها لوايح وقوانين مبدأ الحماية بيقول أن اللاعب طالما تخطى 28 سنة وهلازم يلعب عشان يدفع زي الحضر مهرب بسيون كده زي الحضر بس خلينا نقولك برضو القرار اللي جاي من المحكمة الرضية بالغرامة كهربا ما يشاركش مع أي نادي للقرامة اللي هو توقف ست شهور إذا مالك بيستند عديد يوصي محمد وأدم مذكرة لاتحاد الكورة وللفيفا بكده ما يلعبش إلا لما يسدد الغرامة بص خلينا نقول أن احنا عندنا في مصر نقص في حتة موضوع الخبراء اللي هويح خلاصوا مع بعض عشان نوصل الاتحاد الكورة بنال على إيه إدى الجواب للنادي الأهل بس دي الناس مش فاهم حاجة خلص على رضي أن الفيفا أو الاتحاد الكورة خبالك الأهلي كان يقدر يشارك كعربا من يوم 11 يناي الأهلي عشان خاطر اللي بيحصل في قلب الإعلام المصري وبيحصل في الكورة المصرية قال لك كعربا مش يلعب معي غير لما خاطب اتحاد الكورة رسمي يبعث لي جواب يقول لي فيك كعربا يشارك هو ما يشاركش عشان برضا الناس يتبعيننا أو اللي لسه اللي داخل بيتفرج على رأيك كتحمود بكر الله أحرح الله أحرح أحرح اللي لسه داخل اللي عندي في المذكرة مقدمها محامي كعربا بيقول فيها أسباب تأخره في سداد الغرامة من ضمنها أن اللاعب ما كانش بيشارك عقده نسبته المالية قليلة جدا مع النادي الأهلي مش هتمكنه أنه يدفع المبلغ ده كله كاش وكمان بيطلب أنه عدى مبدأ الحماية عدى 28 سنة فهيلعب ويقصت هيروح معاه 200 ألف دولار أو 250 ألف دولار ويتفحهم بشيك اللي هو ده اللي هو حسن النية زي ما بيقوله وإن أنا عايزة قصة الغرامة على فترة تنقد لحد ما لعب كامل بقى يلعب ما قاش في عقوبات دي الله أعلم بقى مين هيقول لعقوبات مين بيقول لعقوبات عبد المحمد محقرار يا دي صح ممكن بعد يوم اتنين طبعا هرجع هرجع لك في لا يوم اتنين دي ما فيش قرار يوم اتنين دي لجمة استماع طيب هو هيقول له أنت ما دفعتش ليه هيقول بقى زي ما أنا بقول لك ما فيش قرار هيفضل يكمل يلعب لحد ما يطلع قرار زي الحكم زي ما هجل هيلعب لا لا مسألة مشاركته دي خلاص منتهي لحد ما يصدر قرار جديد باستمرار بقى اقافه أو بتقديد اقافه أو استمرار مشاركة خلينا نبقى متفقين كهرباء لو اتهرب أنا آسف يعني ما دفعش النهار ده بكرة بعده هيدفع للزمالك مستحقاته كاملة ومرتضى منصور مش هيسيب مليم واحد من نادي الزمالك هو كان مرحب حقه ان كهرباء يقصط له الغرام على سنة شرط اكيد انت عارف الشرط ان المشاركة منصور قال ان كهرباء يطلع في فيديو لو مدده دقيقة يعتذر ويقول من السبب اللي خلاه يمشي من نادي الزمالك ده كهرباء مش هيعمل الكلام ده مهما حصل الزمالك متمسك باللواح والقوانين الزمالك رافض حقه طبعا رافض تماما الجواب اللي بعته اتحاد الكرة هاني ليه الاهلي وبنال عليه كهرباء يشارك يعني ايه معنى كده لأي لعب يمشي يلعب في نادي يمشي القصة يا زمحمد محدش عارف حاجة يعني زي ما انت بتقول التفل معك هاني ان القصة اتحاد الكرة لغبط الامور ما عندناش ما عندناش يعني ايه دراية كاملة باللواح والقوانين ملخص الموضوع كهرباء هيدفع والزمالك متمسك باللواح يعني بلواحه وهياخد من كهرباء فلوسه على دائر مليم مش هيسيبه مليم واحد وجالسة اتنين اتنين دي بنأكد انها جالسة استماع الفيفا هيسمعه من كهرباء عاصل محمد انت ليه ما دفعتش وانا اتوقع يهاني ان هيكون فيه قرار بص اه وفي كل الاحوال هنحدش يتكلم انه الغرامة مش تتدفع الغرامة هتتدفع هتتدفع دي فلوس والصالح ناد الزمالك هتتدفع هتتدفع لك احب نتكلم فهيشارك ولا مش هيشارك طيب عندي ديك سؤال والأستاذ طبعا الفضلس محمود السؤال مهم جد فضل محمد شريف بعد عودته والتقلق اللي عام له ده شايف الامور بالنسبة لطرح فين يعني ما يمكن تكون دي عودة بورط القمة ونكمل ولا لسه برضو الأمور لسه يعني فيها التقطة خلينا نقول ان دي بالنسبة لمحمد شريف هتكون بمثابة انطلاق ليه بنقول كده لان احنا لما بنتفرق على السجل بتاع العيبي الناجل أهلي مع كلر هتلاقي السجل او المنحنة الاداء في تصاعد مستمر حسين الشحات محمد هاني رامي ربيعة طهر محمد طهر قبل اصابته بيرسي تاو فمعنى كده ان كلر بيجيد التعامل نفسيا مع اللعب خلينا نقولك ان النهاردة كان في جلسة مع كهرباء محمد شريف من كلر جلسة فردية قال لهم انتو وصلتوا المرحلة دي عشان انتو الفترة اللي فاتت اجتهدتوا في التدريبات وركزتوا على النواقص اللي موجودة عندكم لكن في الفترة المقبلة محتاجين ان انتو تكملوا نفس الموضوع تجتهدوا في التدريبات بشكل اكتر واكتر عشان تحفظوا على الفرصة بتاعتكم اللي موجودة في الفريق وتكونوا كمان اضافة موجودة بالنسبة للنادي الاهلي خلال الفترة المقبلة واسنت كثيرا على اداء محمد شريف ومحمود كاربا وقال لهم اللي عملتوا ده مجرد بداية ليكم امام النادي الزمالك عايزكم تستمروا وتتقلقوا اكتر واكتر عندنا كاس عامل عندنا مباراة البنك الاهلي لا تقل اهمية عن مباراة الزمالك دي بتلات نقاط ودي بتلات نقاط ومحتاجين منكم تواصلوا التقلق انتوا لسه ما عملتوش حاجة وقاشات باللعبة كلهم في غرفة خلع الملابس وقال لهم اول ما ننزل نلمس ارض الملعب ملعب التتش يقصد احنا خلاص افلنا صفحة نادي الزمالك وبنفكر في البنك الاهلي وابت عمل نفسيا كويس جدا مع اللعبة وده يفسر بدلوقتي بقى لعب اساسي لما بيغيب الناس بنشوف مستوى بنشوف مستوى كريم فؤاد قبل قبل ما يتفرج على فكرة قبلته في المؤسسات قبل ما يتعرض قبل ما يتعرض للاصابة تتفرج على مستوى لم يغيره من باك يمين لجناح يمين شفناه عمل ازاي وسام في عرض كبير جدا من اهداف النادي الاهلي فكل قبل ما لسه محمود برس تاو اخباره ايه في الاصابة برس تاو اشوف كاس العالم اه اه بص الاهلي القوات ضربة بتاعته كلها ما عندوش اي غيابات في كاس العالم الا اكرم توفيق وكريم فؤاد عشان دي اصابات طويلة عادة ذلك كل اللعيبة جاهزة فنيا وبدنيا للمشاركة في كاس العالم الاندي مصطفى شو بير بيتأهل في خطر مصطفى طبعا احنا مجبناس سريط مصطفى عشان مصطفى ما بيشاركش كتير بس طبعا مصطفى من ضمن الغيابات اللي هتكون موجودة كاس العالم الاندي تتفي معي او انا اقول دايما ان احمد فتوح واحد من اهم اللعب تكوركرا في مصر ده يعني دام في بقر جدال كابتن ونادي زمالك وايضا عبدالله جمعة في بقرة من فترة من فترات لعبوه في مكان مش مكانه واجاده وكان عشاء العشاء كان بينا عبدالله دايما قدام لعب شماله وادى المطلوب الازمة الاخيرة دون الخوض فيها توبحها كانت سلبية على نادي زمالك هي ازمة من غير ازمة المشاكل المنصور لما خرج واتكلم وقال اللعيبة بالتأكيد اللعيبة تأثرت نفسيا من اللي قاله رئيس نادي الزمالك عبدالله جمعة رح واعتذر فتوح كان معانت في الاول ولكن تم اقنعه لما الكابتن اسماعيل يوسف جيه مدرب عام وتم اقنعه ورح كفتوح وتكلم مع رئيس نادي الزمالك ووضح له وقرموا غهات النظر والتنين تم تقريب غهات النظر والتنين خضعوا ليه التحليل ولسه النتيجة حتى الان ما ظهرتش سيبك من كل اللي بتقال النتيجة حتى الان لم تظهر لسه هتاخد وقت فتوح لا خلاف عليه فنيا فتوح من افضل لعب نادي الزمالك في الفتر الأخيرة افضل لعب مصر شبسين يعني دول حق ولعب منتقب مصر الأساسي فيه المكان بتاعه الزمالك بعيد عن عبدالله جمع عبدالله جمع بعيد عن المشاركة الفتر الأخيرة لم يشارك مع فريرا لفترات طويلة فعبدالله جمع ما يمنعش انه لعب كويس ولا جنه خارج حسابات فريرا الفنية الفتر الأخيرة احمد فتوح كان من اهم لعب نادي الزمالك شارك مع الزمالك فيه بطولات كتير وحق انجازات كتيرة مع نادي الزمالك الزمالك تأثر بالفعل يصل محمد باستبعاد أحمد فتوح خلينا اقولك برضو فريرا كان ينوي ان أحمد فتوح يكون متواجد مع الزمالك في مطش الكم أحمد فتوح جاهز فنيا وعبدالله جمع جهز فنيا ولكن فتوح بصفة اللي هو بيشارك نفسيا متضمر بمعنى الكلمة شايف ان اللي تقال ده أساء ليه اللي تقال ده ما كانش ينفع يتقال فريرا اتكلم معي حسد محمد انه ممكن يحتاجوا في مطش الاهل رد فتوح على فريرا نصا انا مش جاهز نفسيا وبنال عليه تم استبعاد فتوح من مباراة الكلمة او استمرار استبعاده الاتنين حتى الان ما زالوا بيوصلوا التدريبات خارج الملعب كده وممكن نشوف فتوح في مطش المحل يعني من الصعب نشوف مطش المحل ولكن هما الاتنين جاهزين من الناحية الفنية ولكن نفسيا هما لسه محتاجين شوية كده عشان يتطور الامر اللي رحيله مثلا او خروقه عراء صعب جدا احمد فتوح رغم انه عقده مع نادي الزمالك لم يتخطى الستة مليون جنيه في الموسم مقارنة بأكتر من اللاعب تم تعديل عقدهم هقولك حاجة فتوح كان نتكلم مع امير مرتضة المش في العمل الكورة وكان نتكلم مع المصش المرتضة انه يتم تعديل عقده اكتر من مرة وخلينا اقولك دي من الحتة اللي شايلها فتوح لامير والمصش المرتضة انه طلب يتعدل عقده بياخد ما يجيب ستة مليون جنيه في الموسم مقارنة انه شايف ان فيه لعيبة كتير يتعدل عقدها هو طلب اكتر من مرة تم وعده لم يحصل على اللي كان عايزه وده اللي خلى فتوح شايل شوية او زعلان واخد على خطره شوية من مسؤوني نادي الزمالك عقد فتوح مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم اللي جاي احمد فتوح جاله عرض تركي خلال اللي ايام اللي فاتت قدمه لنادي الزمالك تم رفضه تماما انه موجود داخل الفريق الازمة تخلص على خير ان شاء الله وان شاء الله انا تجيتهم الاتنين هتكون سلبية انا شايف ان بنسبة كبيرة جدا سيتم الالتفات الى عقد احمد فتوح ويتم تعديل عقله وخاصة انه لاعب لا غنى عنه داخل نادي الزمالك هرجع لك تاني في سؤالين برضو مهمين خصوص نادي الزمالك هرجع لك استاذ هاني الاهلي بعد موارات القمة شايف انه ده يعني طمن انه بقى موجود القمة فزلوا انه رايح كاس عالم الاندية برضو كان غيابات كبيرة للنادي الاهلي او التلاجع في مستوى بعض اللاعبين في الفترة اللي فاتت هل الاهلي قادر على العودة في الدورة عام المصري والاحتفاظ بالقمة وايضا بالاداء المعاود نعلي دايما في كاس العالم الاندية بص خلينا اقولك ان كاس العالم الاندية جت مشاركته بالصدفة بالنسبة للنادي الاهلي الاهلي ما كانش عامل حساباته ان هو يشارك وده مطمئن اللعيبة ان انت حتى حديث الجانبية بين مسؤول النادي الاهلي واللعيبة ان احنا رايحين نشارك كتشريف للقرى المصرية والقرى الافريقية تم اختيارنا على اعتبار ان احنا كنا وصيف محتاجين نعمل افضل النتائج بقالنا كم مرة بنروح ناخد المدالية البرونزية محتاجين المرة دي على الاقل نسعد للمباراة النهائية الاجواء في المغرب هتكون اجواء جماهرية جميلة جدا بالنسبة للنادي الاهلي اكيد الجالية العربية والمصرية اللي موجودة هناك هتكون مساندة للنادي الاهلي الاهلي رايح ووفيق فنيا زي ما بنقول رايح عنده اريحية عنده في كل مركز لاعب واثنين وثلاثة دلوقتي عنده اللعبة كلها جهزة عنده كولر بقادر يمسك مفاصل الفريق زي ما بنقول وعرف نقاط ضعف وقوة كل لاعب وامتى يلعب بده وامتى يعمل تغييرات ومين ده ينزل وده يعمل فحالة الفواءان الفنية دي بإذن الله بتبشر بنتيجة جيدة للنادي الاهلي في كاس العالم الاندية المهم نعدي المباراة الاولى امام اوكلاند سيتي الاعتبار ان دايما البدايات بتكون مهمة في مثل هذه البطولات المجمع انا في السياق المقدمة في الحلقة نهاردة في الانترو كلمت عن اخبار نادي الزمالك او الاخبار لترعب من المجلس ادارة نادي الزمالك وتوصياتها هو شكوى محمود عبد المنم كهربة الى اتحاد الكرة لتلفزه على جماهير نادي الزمالك وبالفعل هناك اخبار ان ربطة عندها حالة هذا الموضوع الى ناجلة الانضباط خلينا اقول لك انا قبل ما يكون موجود عملت اتصال باحد مسؤولي نادي الزمالك بالفعل نادي الزمالك سبابه مع الجماهير ضد نادي الزمالك واشارات ضد نادي الزمالك المسؤول المنصور النهاردة اعلم في المؤتمر الصحفي بالفعل انهم تقدموا بشكوى ربطة الامدية ردت على نادي الزمالك زي ما حياتك بتقول ان الموضوع برميته كده هيتم حالته الى لجنة الانضباط خلينا نشوف هل سيتم توقيع عقوبة على كهرباء ولا لا انا شايف هيكون في عقوبة يعني ان ربطة الاندية السنة دي عاملة شغل اكتر من محترم الحقيقة بتطبق القانون واللواح على كل الناس اللي موجودة سواء اهلي سواء زمالك اسماعيل مصري اي نادي بيتجاوز جمهوره بيتم معقبته مباشرة اللي شفناه من قهرباء اه قهرباء تعرض للعديد من الضغوط وده اللي دايما بنقوله اللعيب الكورة انت نجم اه انت نجم مش ماينفعش تتعرض لضغوط فتطلع الضغوط دي على شكل سباب او رد قولنا الكلام ده اكتر من مرة في وقاع ممثلة لشكبالة وامام عشور وغيره وغيره لكن المعلومة اللي عندي ان كهرباء هيتم معقبته من قبل ربطة الاندية المحترفة وربما يتعرض للإيقاف مباراة او اتنين تبقى لسه للكلام اللي جاي من الربط لو تأكدوا من السيدي او الفلاشة اللي مقدمها المصدر مرطرة من سواء زمالك مقدم مذكرة خلينا نقول برضو كهرباء انت بقيتش يعني خلاص انت بقيتش لعب لسه صغير لازم تتعلم من الدروس يعني لعبت مع الاهل هو بقالك شهور كتيرة جدا امتا اه ده اللي احنا بنقول بقالك شهور كتيرة جدا انت يا كهرباء ما بتشاركش مع الناد الاهلي لما جيت شاركت يعني ربنا يكتب لك تاني انك تشارك في المباراة وتيجي كمان فماشي زمالك انك تشارك وتهدف وتبقى موجود بشكل ده اعتقد ده يعني يعني اشكر ربنا انك انت رجعت للشكل ده انما ترجع تاني تخرج عن النص ده اعتقدني دي فيها مشكلة ومشكلة كبيرة جدا اتعلم ارابة ارجوك ارجوك من اخطائك ده مش بس مش بس كمان تقلق موقفه يكون يقدر يتواجد معايا في معسكر مارس ولا ما يقدرش وبنقول لك ارابة اللي راح مش قد اللي جاي لازم تركز اتعلم من نمازج كتير كان عن ضوم المهارات والامكانيات الفنية بس ما استغلواش وركزه خارج الملعب ركز في الملعب انت لعب امكانياتك كبيرة لعب دولي لعب تلعب للنادي الاهلي محقق انجازات جمهور النادي الاهلي كله بيحبك لازم تركز في الوقت ده لان لازم تعرف ان العين عليك وكمان اللي انت عملته ده كان خروجه عن النص سؤال ثلاثل ابعاد صد امام عشور زيزو عالم تسهام كبيرة جدا على دو من وجه نظر شخصية امام وتحديد كمان طبعا سيد زيزو ده كان من الهام اللعب اللي موجودين السنة اللي فاتت في مصر افضل اللعب في مصر افضل اللعب محمد صبحي بعودته للزمارك مرة اخرى احمد سيد زيزو بعيد عن مستوى بالتأكيد في الفترة الاخيرة بعيد عن مستوى بسبب طريقة اللعب اللي بيشارك بها في المباريات احنا كنا بنشوف احمد زيزو بيلعب في مكانه يجي فريرا بيعدل بعد ما لعب ثلاثة بقى يلعب اربعة وراء بالتأكيد غير مكان زيزو داخل الملعب فده زيزو تراجع مستوى بسبب انا شايف تأليف فريرا كده ببعض المباريات في التشكيل وده اللي يخلى زيزو بيكون خارج التشكيل خارج المستوى اللي عملوا في الموسم اللي ماد امام عشور لا يختلف اتنين على ان امام عشور من افضل اللعيبة المواهب الصعبة وخلاص ما بقاش يعني من افضل المواهب في الكرة المصرية ولكن امام عشور عنده مشكلة زي ما هاني كان بيقولون شوية بيوجه رسالة الكهرباء امام عشور تركيزه على الجمهور برا اكتر من جوه الملعب والدليل بعد اخسارة الزمالك الصبر من الاهلي شوفنا تاني يوم يعني بيقول كده الدنيا مقلوبة في الزمالك امام عشور عمل شعره من اللون الاسود لللون الابيض فمركز مع الحاجات دي شوية فكان الزمالك كان الموضوع كان راضع داخل نادي الزمالك وتم تقويمه بأسرع وقت رجع امام عشور لصوابه في وقت قليل جدا انا شايف انه يعني في مطش الاهلي كان من افضل لعيب نادي الزمالك رسالة الامام عشور برضو زي ما حدك قلت الكهرباء انه يركز في الملعب ولسه المستقبل جاي ما يشغلش باله بكل اللي بتقال يا ما شفنا لعيبة كتير جدا كانت بتتشتم او بتوجي لها سباب من جمهير الاهلي او من جمهير الزمالك اللي عايز يلعب كورة محمد صبحي الخارس محمد صبحي الزمالك حارب كتير جدا عشان يرجعوا ولكن حظوا وحش محمد صبحي لما الزمالك حاب يرجعوا اللاعب كان موافق انه يرجع عكس اللي كل اللي تقال ولكن نصي يعني حظوا ان محمد عواد بيشارك بشكل اساسي بيتقلق محمد عواد وكان احد أسباب فوز الزمالك الموسم الماضي بقي الدوري والكاس وماشي كويس محمد عواد زي بنقول كده ما صدق محمد عواد اتظلم كتير محمد عواد موهبة ما فيش حد يختلف عليه حارس مرمى كبير وحارس مرمى محترم وعواد محمد من عينة الحراس اللي انا بتعامل معاه بشكل شخصي ما بيحبش يقعد احتياطي يعني محمد عواد من الحراس اللي بيحب يشارك فانا شايف ان تقلق محمد عواد ازمة كبيرة للمحمد صبحي ولكن في نفس الوقت انت ممكن تقول لي هل معنى كده ان ممكن محمد صبحي يفكر خالص اختيارات دايما لما انت مميز وموجود في المنتخب مصر وبتلعب فرقه اساسي ومتعقد محترم جدا انك ترجع نديك اه ده حقك انك ترجع نديك بس دايما الوقت نفسه بس بالتأكيد الفرق الكبيرة لازم يكون عندها حارس واثنين وثلاثة مميزين الزمالك بيشارك في الدوري والكاس وافريكيا في الصبر بالتأكيد الفرصة هجيله ولكن مع تقلق محمد عواد محمد صبحي اللي بالك عواد كان احتياطي الجنش وابو جبل وابو جبل اعا كتير جدا نحتياطي وامحمد عواد ومشوفناش عمل اي ازمة الشناو برضو كان في كلام من دمن الانترو كنت كلمت عن عرض ويجن انجليزي تقريبا ويجن بقاله فترتين كريد بيدار على حراس مر ما في مصر بس بقاله فترة كبيرة جاد جبل بروح المصر جاد ولعبة تانية كتير وحتى كان بعض الاقويل على ابو جبل بعد فشل صفقته لو انتقاله للنصر السعودي خلينا اؤكد لك ان محمد الشناوي قاعد في النادي الاهلي فيش اي عرض رسمي فيش عرض رسمي لا كمان ما فيش عرض رسمي وصل للنادي الاهلي او اتصال هاتفي تم بين حد ومحمد الشناوي بيقول له رايك في ويجن احنا سحينا من النوم لقينا الناس بتتكلم عن عرض عفوا ويجن لكن مصادر داخل النادي الاهلي وباتصال مع المسؤولين قبل ما طلع محرق اكدوا ان مفيش عرض رسمي وصل ومحمد الشناوي ده عنصر من العناصر الاساسية داخل النادي الاهلي ما نقدرش نستغنى عنه طيب احنا دمنا تقريبا تقريبا 5 دقائق معنا جدول الدوري تمام هنستعرض مع وعد جدول الدوري وتقول كل واحد يقول رأيه في المربع الزهبي في منطقة الوسط في منطقة التنافس على المراكز الاخيرة او الهبوض زي ما بيقولهم هنشوفها وشايف ان الاهلي وعودوته القمة من تاني والزمالك ويرجعتين للمركز الخامس الاهلي الاول 34 نقطة فيوتشر 30 برامز والمقاولون العرب 27 الزمالك 26 يعني نقدر نقول الزمالك والمقاولون العرب وبرامز قرابين او مباح ما قولين لعب ماتش زياد ما قولين لها خمسة وماتش هل سهلاحكم اه تمام فيوتشر في المركز التاني برصيد 30 نقطة وعنده مرام همه جدا يوم الثلاث مع المصر بالسعيدي على ملعب السن سويس تمام انا بنتقش بقول لي انت شايفي شايفي الامور ها فين في الشكل يعني لا الاستنادي المنافسة شديدة جدا فيوتشر انت هنا كمان لو انت عصدت فيوتشر فيوتشر نادي كويس جدا عنده اسكواد عناصر فيه معظمه عناصر دولية عناصر لعبة للأهل والزمالك تمتلك من الخبرات معهم مدير فني كف الكابتن علي ماهر قدر يثبت نجاحاته كمدرب قدير في القرى المصرية برامز مع وجود باتشيكو اللي بيجي التنظيم الادوار الدفاعية لان برامز دايما كان بيعاني الفترات اللي فاتت ان خط تدفعه مستباح لاي فرقة بتلعبه باتشيكو من المدربين انصار اللي هو اضبط الدفاعات بتاعتي وبعد كده مش مهمة سجل امتى مع باتشيكو هيكونهم نفسين اقوياء جدا المقولين العرب السنة دي عامل مباريات رائعة مع كابتن شوق غريب لكن ممكن ما يقدرش يكون موجود هيبقى في تنافس اخر تلات مباريات دول مهمة جدا ليه بقى حسم المكان حسم المكان فيه قرار في اللوايح دلوقتي ان لو الموسم ما انتهاش مع تحديد نفس القصة افريقيا هيحط الدول الاول هيحط هيرشح نتائج بعد تلات مرة الدول اه بعد انتهاء الدول الاول هيبتد يحسم المراكز من اول من تاني من تالك من رابع ودول اللي هيشاركوا في البطولة الافريقية لو الموسم لم يستكمل مع نهاية الدوريات زي ما بيحصل انت خليتني اخد سؤالك أول سيد محمود بالشكل ده وزمالك التاريخ الكبير في المركز الخامس وبشكل يقول عليه هاني عبدالصبور شايف ان الزمالك ممكن يبقى مقفو صعب جدا لا 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 اختلف معك تماما حقك لا لا اختلف معك تماما الزمالك بيمر بكبوة اه اكيد كبوة لان تستمر طول سجل وانا يكون موجودين معك تاني ان شاء الله كبوة الزمالك لان تستمر طويلا من النهاردة ان شاء الله بدأت اعادة تصحيح الامور داخل نادي الزمالك لا 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 هيعود ثلاث مرشات وينش احنا معنا دقيقة كمل عشان يخالي يخطر الزمالك لان يتنازل عن بطولة الدور العام وبقولك اهو سجل سيبك من اللي حصل او اللي فات الزمالك مش معنى انه خامس الدوري احنا لسه فيه دور تاني طويل ولسه فيه ثلاث مرشات في الدور الاول الزمالك لان يتنازل عن بطولة الدور العام الموسم ده وسجل وانا مجموب معك وانا بقولك رأيي الزمالك هيعاني فنيا كتير جدا الموسم ده ولسه هيدخل في ازمات فنية اكبر في الفترة المقبلة مع تلاحهم المباريات ووجود مباريات في افريقيا وطلاحهم مباريات الدوري الزمالك هيعاني فنيا كبيرة جدا ان كمان انت بتتكلم مدير فني انت ما حسمتش كراره النهاردة انت بتقوله انت قاعد لحد ثلاث مطشات وبعد كده هنشوف وفيه مشاهد كتير بس عن الوقت مش هيسيعنا ان احنا نتكلم عن فكرة لزمالك السنة دي مستوى هابط والكلام دخول بس انا بقولك الزمالك هيعاني السنة دي فنيا بشكل اكبر في الفترة الجاية بمناسبة فريرة انا بأكد لم يتم تجديد السقة بفريرة تسعة اعضاء موافقين على رحيل فريرة تسعة موافقين على رحيل فريرة عضو واحد بس مش لأ مش لأ مش معنى كده ان الزمالك هيفرد في بطورة الدولة لا 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 انا مقولش هفرد الدولة على ان الرجل اللي ماشي الدنيا فكر بس الزمالك فريق كبير قادر يلم مع مدير فني مصري لو بشكل مؤقت قادر يلم مين يبقى اسامة نبيه ولا خالق جلال كابتن اسامة نبيه رقم واحد تكونه حاسس بهموم الفرق وعرف عمل كابتن خالق جلال هو الخيار التاني لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي ولكن بنسبة تسعة وتسعين وتسعة من عشرة فريرة خارج أصوار نادي الزمالك بعد مباراة فارقه بعد مباراة فارقه يعني طبعا الاستاذ محمود فؤاد انا قدنا الرياضة انا استمتعت بك بصراحة المرة سيد محمد انا سعيد جدا جدا اللي أنا كنت موجود مع حضرتك وتشرفت بقعدتك حبيبي هل أنا أول مرة أكون مظهر معاني ولكاء استفدت منه كتير وإن شاء الله نقرروا تاني سعيد طبعا تاريخي ان أنا موجود معاك وزميلي محمود فؤاد من الناس المميزين وسعيد ان أنا كنت موجود معاك طبعا لا فوقش من الناس المميزين جدا فراد الزمالك وسعيد طبعا اننا معاك تاريخ شرفتني ونوطني عزيزي المشاهدين بيكانكم وصلنا الختام حلقة اليوم من أرى منتادة على الشاشة قناة المحور أشككم ان شاء الله على خير وحلقة جديدة بكرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة موسيقى